رحاب الزانية ودي طبعا كلمة زانية مش يعني إنسانة وقعت في خطيط الزنة مع واحد لا دي وظفتها وشغلتها وكل عيشها الزنة يعني واحد داخل وواحد خارج وكل اللي هدفها الفلوس يقولك بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاء اسقبلت الجسوسين بسلام اشمعنا اشمعنا ربنا إبل رحاب وبقت جدة من جدود المسيح أصل هناك فرق شعب بني إسرائيل شافوا بعنيهم الضربات العشرة في مصر شافوا بعنيهم السحابة اللي كانت بتحوط عليهم شافوا بعنيهم البحر الأحمر اللي انشق نصفين شافوا بعنيهم الصخرة اللي طلعت لهم مية شافوا بعنيهم المن اللي نزل من السماء شافوا بعنيهم الليل كله ضلمة وهم ربنا منور لهم عايشين في وسط نور في الظلام شافوا بعنيهم كل ده وأول ما طلع موسى جبل قالوا له هارون اعمل لنا أليها تسير أمامنا وعملهم العجل الزهبي وللأسف أدموا ليه العبادة وقالوا هذه ألهتك يا إسرائيل التي أخرجتك بيد قوية شافوا لكن رحاب الزانية ما شافتش حاجة من ده كله وعلى فكرة لما تقعد تقارن رحاب تلاقي إن بلاتها أقوى من دول دول شوية رعاة جايين شوية عبيد خارجين مع بعض ما عندهمش أسلحة تقدر تقتحم أريحة أريحة مدينة محصنة وهم خارج الحصن لكن قالت لما سمعنا قالت للجاسوسين لما سنعنا ما صنعوا إلهكم بالمصريين زابت قلوبنا في داخلنا وطوبة لمن آمن ولم يرى فكان بالإيمان إن رحاب الزانية والعجيب الكتاب المقدس يقول إيه إن بيتها كان بصور المدينة يعني إيه بصور المدينة يعني لما حد يشتري حتة أرض لازم يحوطها بأربع حطان لكن لما تشتري حطة أرض جنب الصور فالصور يبقى حيطة وتعمل ثلاث حطان يعني معناها الحيطة الرابعة في الصور الصور سقط مع دا الحتة اللي فيها بيتها زي ما يكون واحد بيقطع كده قطعة جاتوه حتة من هنا وحتة من هنا ينزل الصور وبيتها بحتة الصور باكي قام هو ليه؟ لأن الحبل الكرمزي محطوط في الشباك لما أرى الدم أعبر عنكم محطوط في الشباك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر